اشتركوا في القناة ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع ثم انتقل المجلس الى مناقشة عدد من الاقتراحات بقانون وهي بخصوص حصر الوظائف على المواطنين وتعديل المادة السابعة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم واضافة بند جديد من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن تأمين ضد التعطل يعني كان السؤال لسعارة النائب فلا حاشم يسأل عن تفاقيات العمل الجماعية ليش هي قليلة ومو معتمدة لان في عوامل كثيرة لربما اضعفت الحاجة الى وجود عقود عمل جماعية منها تقدم التشريعات ومملكة البحرين والتشريعات ومملكة البحرين اللي يقرها صاحب الجلالة الملك المفدى تقر من قبل حوار اجتماعي من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية من قبل مشاركات النقابات العمالية غرفة تجارة وصناعة البحرين آلية حل المنازعات في وزارة العمل ووزارة العدل ايضا متقدمة التفتيش العمالي كثير من العوامل اللي يخلي بيئة العمل بيئة صحية كان هناك موضوعين مهمين مدرجين على جدول اعمال جلسة منجلس اليوم لهذا اليوم الموضوع الاول وهو تشكيل لجنة فصلية مختصة ببحرنة الوظائف تم ولله الحمد الموافقة عليها وعلى تشكيلها وبيان الاعضاء المكونين لهذه اللجنة كان عندنا من خلال لجنة شؤون التشريعية والقانونية تقرير بشأن مقترح بقانون مقدم من قبل اصحاب السعادة النواب في حاصر الوظائف في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر